أنيميا تحطم خلايا الدم الحمراء hemolytic anemia أو ما تسمى بفقر الدم الانحلالي وهو الطراب الدم الناجم عن انحلال خلايا الدم الحمراء بمعدل يفوق معدل تصنيعها في النخاع العظمي تؤدي خلايا الدم الحمراء وظيفتها في حمل الأكسوجين إلى جميع أجزاء الجسم لمدة حوالي أربعة أشهر ولكن يمكن لبعض الاضطرابات الدموية أن تقصر عمر الكريات الحمراء بحيث تنفجر الكريات ويخرج الهيموغلوبين منها وهذا ما ينجم عنه فقر دم وخاصة إذا كان النخاع غير قادر على استرجاع نشاطه بشكل كاف هناك نوعان رئيسيان من فقر الدم الانحلالي وهما أولا فقر الدم الانحلالي الوراثي الذي يحدث عندما ينقل الآباء الجين إلى أطفالهم مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا ثانيا فقر الدم الانحلالي المكتسب والذي يحدث في وقت لاحق في الحياة ويكون بسبب بعض الإصابات التي قد تكون فيروسية أو بكتيرية الأدوية مثل البنسلين والأدوية المضادة للملاريا وأدوية السلفة أو الأسيتامينوفين بعض الأورام سرطانات الدم اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب القولون التقرحي فرط نشاط الطحال صمامات القلب الميكانيكية التي قد تتلف خلايا الدم الحمراء بينما تغادر القلب رد الفعل الشديد على نقل الدم أعراض فقر الدم الانحلالي تختلف الأعراض من شخص لآخر وقد تشمل شحوب البشرة إصفرار الجلد والعينين والفم اليرقان البولة الداكن اللون الحمى الضعف الدوخة تضخم الطحال والكبد زيادة معدل ضربات القلب أو عدم انتظام دقات القلب زيادة معدل ضربات القلب زيادة معدل ضربات القلب